حضور يفرض الطاعة ولا يقبل المشورة في القرارات قرارات الرجل الواحد هذه المرة يخشى كثيرون أنها قد تسبب حرباً يصعب حصر أطرافها من مسرح سلطته يعطي كيم جونغ أون الأوامر لجيشه بتسريع الاستعدادات للحرب لصد ما يصفها بتحركات غير مسبوقة من جانب الولايات المتحدة تعليمات كيم التي يغلفها الغضب أتت امتداداً لتحذيرات أطلقها سابقاً بشأن جاهزية بلاده لاستخدام ترسانتها النووية في حال تعرضت لاستفزاز بسلاح نووي لكن ما الذي لدى كوريا الشمالية عسكرياً عاد عن رؤوسها النووية كي تثير كل هذا الصخب؟ تمتلك بيونغ يانج جيشاً قوامه مليون ومئتا ألف جندي إضافة إلى أربعة ملايين ونصف في الاحتياط ولديها أسطول جوي من أربعمائة وثمان وخمسين طائرة حربية متنوعة وعدد دبابات يصل إلى حدود أربعة آلاف دبابة وعشرة آلاف عربة مدرعة وثمانمائة قطعة مدفعية وألفين ومئة وعشر قاذفات صواريخ أما في البحر فلدى بيونغ يانج أسطول يضم نحو تسعمائة وأربع وتسعين قطعة ولا تمتلك حاملات طائرات أو مدمرات وبيد أن كيم شديد الحماسة في وعيده هذه المرة بعد أن جلبت أقماره الصناعية صوراً لمصالح ألد الأعداء يأمل العالم ألا تتجاوز وعوده إلى الفعل وأن تحظى الجزيرة الكورية بأمن طالما تاقت إليه ترجمة نانسي قنقر